من شمال العراق إلى جنوبه عصفة غضب شعبي جديد تجلت على شكل تظاهرات تنوعت مشاربها وأماكنها وهدفها واحد إنقاذ العراق من أوضاعه الاقتصادية والسياسية والأمنية السليمانية التأميم إلى ذقار وصولا إلى البصرة شهدت هذه المحافظات تظاهرات أعلن فيها إغلاق الشوارع ورفع حدة النبرة الصاخبة على الأوضاع بطالة عن عدم فرص عمل وترد الخدمات وموظفون متوقفة رواتبهم خرجوا من مختلف المحافظات احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم هذه الأسباب الداعية إلى التظاهرات كلها تصب في قناة واحدة وهي الصخط الشعبي الذي يتصاعد عاما بعد آخر على الوضع السياسي عموما ويأتي تتويجا للوعي الشعبي الذي فجرت ثورة التشرين القائم على اليقين التام بأن الإصلاح الحكومي أصبح مستحيلا ولا أمل في التغيير المنشود إلا بإسقاط النظام بكافة كتله وبناء دولة المواطنة وتنذر التظاهرات المتزامنة بعدة محافظات بانتفاضة شعبية جديدة لها دلالاتها الزمنية ودوافعها الوطنية حيث المشهد السياسي تأزم بين الكتل الكبرى وثمتها صراع شديد على شكل الحكومة يكشف عن مدى تجاهل هذه الأحزاب لأوضاع الشعب وانشغالها بسوق المحاصصات والمزايدات السياسية كما أفرز الوضع السياسي القائم انفلاتا أمنيا سيلقي بظلاله السلبية على حياة الشارع العراقي ولهذا تأتي التظاهرات الحالية من الشمال إلى الجنوب في وقت واحد لتؤكد على وحدة الهدف الشعبي واشتراك العراقيين بذات الهموم اليومية وبالتالي لا طريق للخلاص إلا بسلوكهم طريق الثورة الشاملة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة